أهلا وسهلا فيكم ببدويترايد كثير من المتابعين عم يسألوني شو لازم نعمل هلأ بعض الصعودة للبيتكون والكريبتو اليوم نحقا بخبركم شو أنا عم بعمل شخصيا كماما نحكي عن تطورات خطيرة لشبكة البرق الخاصة بالبيتكون نحكي عن عملي عم يشتروها عدة حيتين مثل ما عوادتكم أنا يوميا بنقلكم آخر أخبار الكريبتو اشتركوا في القناة دعونا نبدأ اشتركوا في مراكز كتير جايلي كسرنا ثلاثين ألف للمرة التالتة على التوالي بزار في ثلاثة ايام ولكن ما عم نقدر نغلق فوق هيدا المجال لاحظوا تشارت اللي عم تشوفه كسرنا ثلاثين ألف ولكن مرة تانية ما عم نقدر نسكر فوقه نلاحظين دايما عم نرتد من هيدا الأورنج بوكس اللي أنا حطه ما عم نقدر نكسر ونكفي صعود بعده هلأ شوفي أمور لازمن رائبة الأمور اللازمن رائبة هي افتتاح الأسواء طبع الأسواء التقليدية للـ S&P 500 والنازدك يوم التانان لا لأنه بالرغم من صعود البتكون عم يشتغل عكس النازدك والـ S&P 500 عم نشوف هبوط بالـ S&P 500 كتير قوي البتكون مفرجة قوي ولكن إذا كفة هبوط الأسواء التقليدية كفة هبوط هالشيه لا حيأثر على البتكون على المدى الطويل هلأ من ناحية تانية عندنا هيدا مراكز دعم كتير مهمة إذا ارتدت الأسواق التقليدية هون شفنا ارتداد من هيدا المراكز ما ما كسرناها هبوطهم هالشي لحيعمل انعكاس إيجابي للبيتكوين ومعقول كتير نكسر ثلاثين ألف سألوني شو لازم نعمل في احتمال نصعد في احتمال نهبوط أكيد في دايما في احتمالات ولكن أفضل شي بعد هيدا السعود كله صراحة إذا ما نكون داخلين أنتو بالسوق من قبل إذا ما نكون داخلين وعندما كان السعر منخفض أفضل شي ما تعملوا شي حاليا حاليا رأبوا لأنه بال24 ساعة اللي جاي بدأت تعمل حركة يبدأ نشوف صعود ويبدأ نشوف هبوط صعود بدأ يجرى يعمل هالري تاست فينا نشري هبوط فيكن تلاقيه مراحل جيدة هيدا أنا برأيي أفضل شي تعملوا مش دايما لازم تعملوا تداول أو تعملوا فهم وأول ما نشوف صعود أنا نصيحة نصيحة الشخصية اللي أو استراتيجيتي صخصية دايما ما بشتري غير وعطي يكون السوق أحمر وفيه خوف بسوق دايما تسمعوني بقلكون إيها ولحعد لكم إيها أكتر من مرة حاليا أنا ما بدخل بدي أنتظر يومين شوف شوفي تحركات بسوق زبزبات بسوق وعلى عقب هالأمور تعملوا تحركات غير هيك صعود الأخير لابد كنعم بحسب دبلاك فيه دخول يعني عم نشوف صعود بالسبوت ترايدنج نسبة المنصات التداول للسبوت على المنصات عم بلش يسعد أول مرة من فترة كتير طويلة عم نشوف صعود له لاحظوا يعني أول مرة من فترة طويلة عم بلشوف صعود بالترايدنج فوليوم على الإكسشينج وهذا أمر إيجابي فيه تطورات خطيرة لشبكة البرء الخاصة بالبيتكون هي مثل لييرتول للبيتكون اللي يقضي يبنوا عليها في أحد المطورين ترك المشروع بسبب وجود صغرة أمنية أنا عملت لكم مشاركتكم مقال عن هذا الموضوع حكي عن هذه الصغرة الأمنية تركت لكم الرابط أنا من هذا المقال هذا الشيء ممكن يؤثر مخصوا بالبيتكون بشكل مباشر هذه شبكة البرء اللي بيتم البناء عليها ولكن عم يتم استخدامة مؤخرة عم يزيد استخدامة يعني معقول يكون إلى تأثير على الأسواء لذلك أنا شارككم المعلومة وعملوا دراسكم الخاصة أكيد هذا اللي حكيه هذا المطور هلأ ما يمكن يطلع عالم تاني بالمقابل يحكي أمر غير ولكن هذا أحد المطورين كان عم يشتغل على الشبكة غير هاك عنا طوم أمر طوم أمر هلأ تراشتح بشكل مظبوط ليكون سبيكر أوف دا هاوس طوم أمر اللي ما بيعرفه أول شي داعم كبير للبيتكون من أحد أكبر داعمين للبيتكون هو اللي بيهدله بشكل كبير لجاري جانسلر بالجلسة الأخيرة أو من جلستين تقريباً بيهدله بشكل كثير كبير وهو داعم للبيتكون كمان بشكل كثير كبير بشكل علني ليش مهم أنه يصير سبيكر أوف دا هاوس سبيكر أوف دا هاوس هو عليه هو الشخص يلي بيقط بيفوت يعني أي أوانين وأي اكتراحات بيعرضها للكونغرس الأمريكي وكيفي وبيعرضها على المجلس النواب لحتى يتم الموافقة عليها يعني معقول كثير يعرض الأمور الإيجابية للبيتكون بما أنه هو داعم لهذا المجال هذا بالنسبة لي أمر كثير إيجابي أنه طوم أمر إذا بصير سبيكر أوف دا هاوس غير هيك عملت شاين لينك صعدت لأول مرة فوق تسعة دولار من سنة تقريباً على عقب نشاط الحيتان عدة نسبة للحيتان وصلت لأعلى نسبة من ثلاثة شهر تقريباً أنا مرة ثانية عملت شاين لينك أنا بوليش عليها أنا بحمل العملة بكل أمانة ولكن برأيي حالياً خطر كثير الواحد يدخل فيها ما بنصحكم تدخل فيها هلأ أكيد عملوا دراستكم الخاصة مرة ثانية أقول لكم أنا ما بدخل بشيء صعد بكمية كبيرة بفترة أصيرة ما بدخل بشيء حتى لو كنت أنا بحب العملة وأنا حاملة لها العملة أنا بنصحكم كيف أنا بتصرف غير هايك كاردانو كاردانو أطلق أول منصة سوشيال ميديا على شبكة كاردانو ما بعرف ما سيكون تأثيرها على الشبكة إن شاء الله سيبدأ استخدامها ساعتها بأول الإيكو سيستم طبعاً كاردانو شفنا بيتكوين أس في اللي هي فورك يعني معمولة من بيتكوين كاش شفنا صعود إلا بقيمة 58% على عقب إدراجة على البربتشويل كونتراكت على باينانس هالشي سيهم بصعودة بشكل كثير كبير في شركتين كتير كبير حيتين يعني شركتين وحيتين نفس الوقت عم يشتروا عملة ليدو فاينانس ليدو فاينانس هي أهمة ستيكين بروتوكول طبعاً الإثيريوم عم يشتري يعني فالكون أكس عم تشتري يعني عدة شركات عم تشتري أكتر وأكتر أمبر وفالكون أكس هم أحدهم كميات كتير كبيرة من ليدو هذا كل شيء عندي إلى اليوم إن شاء الله انبسطتوا بالفيديو إذا انبسطتوا عملوا لايك عملوا سبسكراب للشانل وانبسطتوا بالفيديو جديد وماركتوا بالفيديو جديد اشتري版 جديد нуть اسبعص الج градيائي اشتريكم قل thanked ودا قل